المناظرة اللي كتنضمها مجموعة القرن الفلاحي مشكورة هو واحد فضاء مهم جدا للنقاش حول موضوع بالغ الأهمية اللي هو تشغيل الشباب في العالم القراوي عبر خلق المقاولات وريادة الأعمال وهو محور جد مهم في استراتيجية الجيل الأخضر خصوصا في الأساس الدين الأول الذي يصبو إلى إبراز تفقى وسطى فلاحية قراوية ويعني الوزارة مع مجموعة دي القرن الفلاحي كتعمل على واحد العرض اللي يكون متكامل واللي غدي سهل يعني الولوج بالنسبة للشباب لا التمويل ولا المشاريع واللي غيكون فيه تفسيط المساطير وكذلك هذا العرض عنده الجانب دي المواكبة دي الجانب المالي والجانب التقني وغدي تم التنزيل دياله على أرض الواقع عبر واحد الشبكة ديال يعني اللي يقشي يوليك واللي هما اللي غدي تطلقهم لنجموعة ديال القرن الفلاحي اليوم اللي هي دار المستثمر القراوي وكذلك من جهة أخرى المراكز تتبع المشاريع ديال الشباب بالنسبة للريادة الأعمال والمقاولات فالهدف هو أن جلب الشباب لاستثمار في القطاع الفلاحي وفي العالم القراوي لأنه كان هناك مشاريع اللي كتهم الخدمات ومشاريع اللي كتهم سلاسل الإنتاج والإنتاج الفلاحي وكذلك يعني تثمين تيال الإنتاج الفلاحي وتسويق دياله كانت وخاو من هاد البرنامج وبهذا المبادرة اللي هي جديدة باش يكون واحد الخطاب اللي كي يسهل يعني جلب المستثمرين الشباب للعالم القراوي واللي غدي يسهل عليهم المعرفة ديال جميع العروض اللي موجودة بلا بالنسبة للتمويل ولا بالنسبة المواكبة لأنه حينا الشباب ما كيكونوش عارفين جميع يعني العروض اللي متوفرة لهم إحداث دار المستثمر القراوي جاء كمساهمة من البنك في تنزيل النموذج النموذج الجديد ومواكبة استراتيجية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر وكذلك لدعم البرنامج التمويل للطاموح انطلاقا وهذا البرنامج كلها كتسعى إلى خلق واحد طبقة متوسطة قراوية وحضرية قوية عبر تعبئة وإدماج الشباب في الدينامية الاقتصادية الوطنية وهذا دار المستثمر القراوي جاءت باش تواكب دير المواكبة الغير المالية لحامل الشباب باش يدوزوا من الفكرة ديالهم إلى إنجاز المشروع عبر مراحل كثيرة منها جميع المراحل الضرورية لإنشاء المقاولة ثانيا تعريف بالنشاط الاقتصادي لغيزوله هاتشاب واش ملاءم المؤهلات ديال المنطقة إلى آخرية دراسات الجدولة يعني تحديد البرنامج التمويل مع إدماج الإعانات المخصصة من طرف الدولة للشباب وعندما يكون الملف جاهز إن شاء الله كنحولوه إلى مركز الدراسات والسلافات للمقاولة الصغرى لكيبت في السلافات برنامج انطلاق لهذا الشيء سنعبؤ جميع الآليات والمقاربة الرقمية والمعطيات والدراسات وبنك المشاريع والتجربة كاملة التي راكمها القرد الفلاحي منذ ستين سنة ونبدأ بالتلتاشر فرع إن شاء الله ونرفع العدد العشرين وقد يتساهم الوكالات المتنقلة في كل منطقة باش تواكب الشباب حامل المشاريع وشكرا لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة